السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب وطالبات الصف الخمس الابتدائي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب الباهر النهاردة هنحل مع بعض صفحة 241 يلا نشوف أول سؤال بيقولي تشوز the correct word اختار الكلمة الصحيحة How احنا درسنا How often معناها كم مرة How often do you visit your grandparents كم مرة بتزور أجدادك جدو تيتا يبقى How often يا أولاد معناها كم مرة طيب عندي what ولا when ولا how often طبعا لقيت often يبقى لازم توأمها how How often طيب I go often ولا often go ولا often goes أول شيء I مش هتاخد الفرب في اس فانها استبعد دي خالص وبعدين ظروف التكرار اللي هما يا أولاد always ويوجولي ووفن وصمتايمز ونفر ديما بييجوا ما بين الفاعل والفعل معادة verb be يبقى مكانهم هيكون رقم اتنين في الجملة طيب أدي I رقم اتنين often يبقى I often go معادة معادة بكرر تاني معادة verb to be اللي هو am و is و are am و is و are ما ينفعش أفصلهم عن بعض عن الضمائر يعني ما ينفعش أقول he always is لا لازم أقول he is always ماشي يا أولاد يبقى الظروف التكرار بتيجي رقم اتنين في الجملة معادة الجملة اللي فيها verb to be هتكون رقم ثلاثة هيكون رقم ثلاثة طيب رقم فور هنا بيقولي I go to school by bus every day أنا بروح المدرسة بالأوتوبيس كل يوم يبقى أنا كل يوم بمشي للمدرسة ولا أحياناً بمشي للمدرسة ولا أبداً ما بمشي وأنا بروح بالأوتوبيس يبقى I never go on foot يبقى أبداً أبداً ما بروح ماشي نمبر فايف بتقولي my father drives me to school three times a week بابايا بيوصلني للمدرسة ثلاث مرات في الأسبوع يبقى I go by car I always ولا I usually ولا I sometimes طبعاً يا أولاد إحنا بروح المدرسة خمس أيام في الأسبوع ده العادي طيب الخمس أيام دول أنا منهم ثلاثة بابايا بيوصلني بالعربية يبقى أنا usually دول 80% يبقى I usually go by car أنا عادةً ما بروح بالسيارة عشان هي الأكثر يعني هي المسيطرة هي أنا بروح ثلاثة أيام من الخمس أيام اللي أنا بروحه طيب السؤال اللي بعده بيقول read and rearrange the words to make correct sentence يلا نرتب الكلمات عشان نطلع جملة صحيحة أنا بدأت بقى I الفاعل طيب عندي ظرف تكرار أهو طيب يبقى هو هيكون رقم اثنين طالما ما مفيش verbi to be يبقى I always أنا دايما بعمل إيه بقى؟ بكلم English I always speak English بتكلم English in my English class في حصة الإنجليز بتاعتي يبقى تاني يا أولاد I always speak English in my English class يلا نكتب خلصنا كده الجملة الأولى يا أولاد I always speak English in my English class أنا دايما بتحدث اللغة الإنجليزية في حصة الإنجليزي طيب وبعدين الجملة التانية بيقول لي meet she read it's never هيبقى she ظروف التكرار بتكون رقم اثنين يبقى she never وبعدين الفعل عادي خالص يبقى she never eats عندي لحمة حمراء هقولها إزاي؟ هاجيب الصفة الأول اللي هي كلمة read يبقى read meat يبقى she never eats read meat هي أبدا ما بتاكل اللحمة الحمراء يلا نكتبها يا أولاد طيب تعالوا نشوف الجملة التالتة بتقول لي football plays he with his friends sometimes أنا طبعا هبدأ به وبعدين هاجيب ظرف التكرار اللي هو sometimes في بعض الأوقات أو أحيانا he sometimes وبعدين الفعل plays هو أحيانا بيلعب football كرة قدب with his friends مع أصحابه يبقى he sometimes plays football with his friends أدي جملة يا أولاد خلاص أنا خلصتها he sometimes plays football with his friends نشوف رقم 4 بتقول لي يا أولاد we عايزين ظرف التكرار دايما بيكون رقم 2 يبقى we sometimes أنا نحن أحيانا wake up بنستيقظ before 7 a.m قبل الساعة 7 صباحا يبقى we sometimes sometimes wake up before 7 a.m آخر جملة معايا النهاردة لا القبل الأخيرة I وبعدين هحط زرف التكرار اللي هو usually I usually I usually have lunch لا I usually have a sandwich for lunch أنا دايما أو عادة بيكون معايا sandwich للغدا يبقى I usually have a sandwich for lunch يلا نكتبها ونشوف I usually have a sandwich طبعا حرفة D مش هنطقو عشان بين حرفين ساكنين a sandwich for lunch وحطيت الفولو ستوب طيب آخر جملة معايا بتقول لي work ola never is after tired يبقى ola ما لها ola هنا ياولاد في verb to be يبقى مش هينفع أفصلهم هجيب الverb رقم اتنين على طول ola is ليه يمس عشان ياولاد ده verb to be amu is و are دايما بيجوا قبل الفعل على طول مش بافصلهم واجيب ظرف التكرار يبقى رقم تلاتة يبقى ola is never ola أبدا never tired ما بتتعب after work ola أبدا مش بتتعب بعد الشغل يبقى ola is طبعا لازم اكتب o capital عشان باس وكمان بدقين بيها is never tired after work ولا أبدا ياولاد مش بتتعب بعد العمل طيب يلا نشوف اللي بعده اللي أول مرة يشوفني ياولاد يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يتابع معي كل حل أسئلة كتاب الباهر احنا وصلنا مع بعض لصفحة 242 طبعا كل الدروس القبل كده أنا حلها لكم هنمشي درس درس وتشوفوها اللي محتاج أي أسئلة هيلاقيها موجودة أنا عندنا لها فيديوهات إن شاء الله وكله حليته أصبح أولاد كله أولاد كله محلول وكله اشتغلته معاكم فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس وتسيبوا لي كومنت حلو كده منكم دلوقتي هنحل مع بعض صفحة 242 بس إن شاء الله ونعملها في فيديو تاني غير الفيديو ده علشان أهم صفحتين يعني لنبقاش الفيديو طويل وتتللوا منه إن شاء الله نعملها دلوقتي حالا وشوفوه